أتوجه إليكم بصفة شرعية هذه ليقولها لكم بصراحة وبعلى صوتي إن دموع التماسيح التي يضرفها ممثل البوليزاريو أمامكم لا يمكن أن تنطلع لنا نحن الصحراويون فنحن نعرف بعضنا البعض اللجنة سمعت إلى كل من رئيس بلدية سمارة مولاي إبراهيم شريف والراغب حرمت الله رئيس مجلس جماعة الداخلة مولاي إبراهيم شريف رئيس مجلس البلدي لمدينة سمارة قال في تدخله أن دموع التماسيح التي يضرفها ممثل البوليزاريو أمام المؤسسات الأممية هي مكشوفة ومفضوحة ولم تعود تنطلع لأحد وأدف رئيس بلدية سمارة أمام اللجنة الرابعة لجميع العمل للأمم المتحدة في نيويورك إنه بصفته منتخبا شرعيا يخول له الحديث باسم الساكن المحلية للمنطقة اسمي مولاي إبراهيم شريف أحضر أمامكم اليوم بصفتي رئيسا للمجلس البلدي لمدينة سمارة إحدى أكبر الأقاليم الصحراوية المغربية بعد انتخابات حرة ونزهة شارك فيها الناخبون الصحراويون بكثافة حطموا فيها كل أرقام القياسية من حيث نسب المشاركة وهذه المشاركة المكثفة هي التي تمنحني الشرعية لتمثيل سكان الصحراء المغربية وتعطيني الحق في التحدث باسمهم أمام المجتمع الدولي أتوجه إليكم بصفتي الشرعية هذه ليقولها لكم بصراحة وبعلى صوتي إن دموع التماسيح التي يضرفها ممثل البوليزاريو أمامكم لا يمكن أن تنطلع لنا نحن الصحراويون فنحن نعرف بعضنا البعض ولأننا نمثل عائلة واحدة فإنني أتوجه إليهم داخل هذه القاعة بكل أخوة ومحبة وتجرد وأدعوهم لتحكيم ضميرهم والوقوف وقفة تأمل لمراجعة مواقفهم لما فيه مصلحتهم ومصلحة أهلهم وذويهم بمخيمات تندوف ثم لما فيه مصلحة وطننا أولاً وقبل كل شيء لأن هذا الوطن الكبير الذي هو المغرب هو الذي سيحتضننا جميعاً في نهاية المطاف سيد الرئيسة كممثلين حقيقيين للسكان الصحراويين بالمغرب فإننا واعون تمام الوعي بصعوبة الموقف ولهذا السبب ما فتئت السلطات العمومية المغربية تمد يد المصالحة والسلام وتتقدم بالاقتراحات الكفلة بتسهيل عملية التقارب والتخلص من تركات الماضي رغم جوانبه الأليمة وفتح صفحة جديدة بين الأهل والأحباب والجيران في هذا الإطار تقدم المغرب بمشروع الحكم الذاتي الذي يعطي لقاليم الصحراوي حكماً ذاتياً موسعاً يمنح لأبناء المنطقة صلاحيات مهمة لتسيير شؤونهم بأنفسهم في إطار السيادة المغربية وهو الاقتراح الذي يأمل المغرب ونأمل جميعاً من خلاله وضع حد لهذا المشكل وتجنيب المنطقة أسباب التوتر وعدم الاستقرار وإذ ينطلق المغرب في هذا الاتجاه فإنه يفعل ذلك إيماناً منه بأن الهدف من هذا المشروع الكبير ليس فقط التنمية المستدامة بل أيضاً باعتباره حلاً سلمياً وديمقراطياً للتعامل معاملة في الصحراء المغربية من خلال أجهزة تمثيلية ذات اختصاصات فعلية وتنفيذية وإمكانيات بشرية ومالية كفيلة بإنجاح عملية تدبير المحلي باحترام خصوصيات المنطقة في إطار الوحدة الوطنية والسيادة المغربية على كامل التراب الوطني شكراً جزيلاً سيدة رئيسة من جهته قال الراغب حرمت الله رئيس مجلس الداخلة أنه يرأس تاني أكبر مدينة في الصحراء المغربية مضيفاً أنه انتخب من قبل آلاف من المواطنين في انتخابات حرة ونزيهة وأضاف حرمت الله أن جميع المقاليم الجنوبية عرفت أعلى نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة بالمغرب مؤكداً أن الشرعية الانتخابية هي التي خولت له الحديث باسم الساكنة أمام الأمم المتحدة حرمت الله شدد على أن جبهة البوليزاريو لا تتمتع بأي حق أو شرعية للحديث باسم الصحراويين القاطنين في الجنوب المغربي حيث قال على مدار عشرات السنين نرى نفس الوجوه هي التي تتداول على قيادة جبهة البوليزاريو كما هو الحال بالنسبة للدكتاتوريات رئيس مجلس الداخلة قال أن سلطة صنع القرار بالنسبة لجبهة البوليزاريو في مكان آخر مضيفاً أن الذين يخاطبون اللجنة الرابعة ليسوا ممثلين حقيقيين لساكينتي السهراء أمي وزيادات الرابعة ممتعي جزائيو راب حرماتلا وحذر نحن الجزائيو وحذر صاحب قال وحذر لعلى المغربي داخلة، أعلى في المغربي والدكتات السهراء المغربي كما كنت امه من مغربي ومتع لعلى قرار بالنسبة للمتعات في إلقاحات المغربي ومغربي ومغربي في كل مغربي ومغربي الى الوقتع المغربي معلحها كما هو مغربي أي تاريو من المترجمات 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 التي لا يمكن أن يجعل ايضا كذلك في المقررات المرنة. الشعور القادات المترجمات المترجمات يحبان دائمة بعض الطرقات المترجمات التي يجعلونها بسبق المترجمات. فكرة سابقية لكية هذه التالية كسب الأسرق. بعد أحيانين نرى ما يشاهدون من زيادات المترجمات التي تغييرها في منطقة فيها. وليس كما في كل اشتركات البيتات، سأحبكم، أغير مستقبعوا سيكون على تلك المساعدة سلاحة في ثقائية وطلبية المساعدة إلى تتاحية للجمسيشة للجمعينة القائمة. في نقي حالي، أسأل وضع مستقبعوا لتعرفة البيتات والمساعدة، من المساعدة أيضا، لأنه مقارنية الغداء. C'est parce que les vrais sahrawi originaires du Sahara marocain n'ont jamais accepté cette défaillance qu'ils ont toujours été écartés. Sinon, se sont levés et se sont envoyés dans des centres de détention secrets. Ils sont remplacés par des pseudo sahrawis du pays Hoth ou des pays du Sahel. Dans cette salle où certaines personnes interviennent au nom du polisario, il n'y a pas un seul vrai sahrawi des camps du Tindof. Pourquoi ? Parce que les vrais Sahrawis, les mastodontes du Polisario et leurs manipulateurs ont peur d'eux. Ils ne leur font pas confiance. Mesdames et Messieurs les délégués, l'absence de Sahrawis authentiques pose le problème de la légitimité et la crédibilité des éléments du Polisario qui prennent la parole devant vous. En tant que maire de la ville de Dahla, élit démocratiquement par des Sahrawis authentiques, je déclare solennement devant vous que le Polisario ne représente ni moi ni les électeurs qui m'ont élu. Les vrais Sahrawis, les vrais représentants des Sahrawis sont ceux élus dans la transparence par la vraie population du Sahara. Les autres ne représentent qu'eux-mêmes et non de ce fait, aucune légitimité à s'exprimer de mon nom ou de mes compatriotes qui peuplent le Sahara marocain. Merci de votre attention. وأكد حرمت الله أن جبهة البوليزاريو لا تمثله ولا تمثل من انتخبه. Mضيفاً أن البوليزاريو تمثل نفسها ولا تستمتع بالشرعية للحديث بالنيابة عن ساكنة الصحراء المغربية. اشتركوا في القناة